اشتركوا في القناة وفيما بعد رح نبدأ نشتغل الخطوات العملية لتصميم الطقم الكامل المتحرك اما خلال المرحلة الثالثة رح يجينا مراجع فاقد اسنانه بشكل جزئي تمام وهميا رح نبدأ ناخذ له طبعة تمام ونطلع من عدها كاست بس هنا شنو عدنا؟ هنا عدنا ممكن هاي الاسنان الفاقدها هو الاجزاء اللي يعني المناطق اللي انفقدت بيها الاسنان ممكن رايحة الاسنان مسوية تلتينج يعني ممخلي طريق واضح لدخول الطقم يعني تلتينج صاير بيها ميلان مثل ما نشوفه بهذا الفيديو صاير بيها ميلان تمام فلهذا السبب احنا رح نحتاج انحدد قياسات على مود دخول الطقم داخل فم المراجع يكون سهل زين احنا شو رح نبدأ نحدد هاي القياسات؟ اول شي ناخذ طبعة للمراجع فيما بعد رح نروح نسوي يعني نطلع من الطبعة كاست اوكي فيما بعد رح نثبت هذا الكاست على جهاز اسمه Dental Surveyor تمام؟ هذا الجهاز رح يبدي يعلمني انه على قياسات معينة لدخول الطقم يعني يبدي يحددلي القياسات اوكي مثل ما نشوفه هنا شلون رح نثبتها على الـTable يعني رح نثبتها على Dental Surveyor الكاست شون ثبتنا انه مفرنا الجهاز على مود يثبت الكاست طبعا على مود تكون الامور اكثر وضوح ضروري انت تحضر مختبر الكلية وتشتغل بنفسك على هذا الجهاز على مود تعرف اتحدد القياسات بالحقيقة خلال الكلية يعني ما رح تشتغلون على مراجع وانما انه انت تروح تشتري كاست وهذا الكاست السوي لترمينج يعني تشيل مجموعة من الاسنان بالواكس نايف يعني التدريسي الخاص بكليتك رح يطيك كلاس معين تبدون تشتغلون عليها تمام؟ فهنا عدنا كلاس 2 موديفكيشن 2 رح يبدأ يشتغل عليه اوكي اول خطوة بعدما ثبتنا الكاست على التابل بعدما ثبتنا بالدنتل سرفير رح نبدأ نثبت اداة اللي هي الانالايزنج رود هاي الانالايزنج رود رح تحدد لي الـ High of Contour اللي هي تمثل منطقة على مود نركب عليها الكلاس بات الكلاس بات هذني المثل اللي رح يشبقن السن تمام؟ اللي رح يعني يستندن على الـ Abutment teeth اهناش داي يسوي اهنا داي يبدي يحرك طبعا انتو بالمختبر هم رح تقدر انو تحركه اه ترجع لي ورا تسوي يمنى يسرى في غاية حصول على اكثر عدد من السطوح المتوازية كل ما حصلنا على عدد سطوح متوازية يعني هذا السطح يوازي هذا السطح وهذا السطح يوازي هذا السطح وهذا السطح يوازي رح بسهولة يقعد التقم داخل فم المراجع فلازم نسوي tilting صحيح تمام؟ مثل ما نشوفه هنا بدأ يحدد هنا هذا السطح لازم يوازي هذا السطح تمام؟ باستخدام اداة اسمها Analyzing Road فيما بعد رح نتعرف على الادوات الثانية اللي رح يستخدمها هنا مثل ما تشوفون حدد tilting ميالة على هذا الاتجاه بس شنو صار عندنا صار عندنا اندركات كبير زيان فهنا التلتنج مالتنا غلط ليش لانه اندركات كبير وهذا السطح ما رح يوازي هذا السطح مثل ما نشوف هنا بحجة ان هو يريد يحدد ال High of Contour على موجه يثبت عليها ال ClassBot اوكي رح نبدي طبعا هنا بالمناسبة للملاحظة احنا ش استخدمنا ببداية الفيديو اخذنا طبعا من شنو من منيكان هذا المنيكان الاسنان مالتا مصاير بها tilting ما مايلا لهذا الاتجاه فالتلتنج نخليه zero يعني صفر وحتى انت عندك بالكلية لان راح تروح تجيب تقوم اسنان يعني كاست راح تروح تجيب فما يحتاج انه تبدي تسوي tilting يعني تخلي tilting القراءة صفر لانه ما مايلا الاسنان اوكي مثل ما قلنا هنا نحاول نحصل على اكثر عدد سطوح متوازية هنا يعني بدأ يسوي لميلان والافضل انه يكون الميلان صفر اوكي مثل ما نشوف هذا السطح بدأ يوازي هذا السطح تمام وهذا السطح شوفو هاي لانه التلتنج خليه صفر شنو السبب قلنا التلتنج صفر لانه احنا استخدمنا من كان بس اذا يجيك مراجع ما الى الاسنان مالته لا تبدي تميل هذا الكاست تميله بوستيريار او انتيريار على مو تتحصل على هاي السطوح اوكي طبعا هنا الميزيل يحدد وكذلك يحدد جهة الدستال شوف حدد الميزيل وهنا حدد جهة الدستال فيما بعد راح نبدي نستخدم لللينجول وللبوكل راح نبدي نستخدم الاندركات قوج اللي يتكون من الشفت ومن هذا الدسك زيان هذا الشور راح نستخدمه مثل ما نشوف انه هو يبدي ينزله طبعا ما نقدر انحدد قياس او يعني انخلي تأشيره اذا ما يبدي الشفت يطخ بجهة البوكل تمام هسا هنا هذا الدسك هاي المنطقة الصغيرة اللي باقية هي هاي الاندركات اللي احتاجها اما المنطقة اللي بقت هاي جوا من الدسك الى الجنجبة هذي انصح لها اندزارابل اندركات وفيما بعد راح نتعرف انه شون نتخلص منها وشنو مضارها اذا بقت خلال المحاضرة هذا الكلام كله راح نحتي بس هذا الفيديو على مود يوضح كل الفكرة زيان شوفوا هنا شفت طخ بي الدسك هنا همين راح يطخ تمام وفيما بعد هاي القياسات اللي حددناها راح نجي نحدد بالماركر تمام استخدمنا الماركر على مود انحددهم اوكي بعد ما حددنا هاي الجهات او هاي القياسات اللي احنا سويناها باستخدام يعني سوينا تلتنج صحيح الفائدة الاساسية من هذا الموضوع كليته هو احنا نريد نخلي دخول الطقم داخل فم المراجع يكون سهل تمام خلي نجي للمحاضرة ونتعرف على الكلام المذكور بيها اوكي اهنا يقول لك عمليات السيرفيينج الطقم المثالي شون تعرف انه انت سويت سيرفيينج صحيح من خلال انه انت يعني يطلع وياك طقم مثالي زيان هذا الطقم المثالي الجزئي طبعا اه شلون اعرف طلع شغلي كله صحيح اولا بي ازلي انسيرتد ان رموفد باي ذا بيشينت وبكل سهولة المراجع يخلي بالفم مالته وبكل سهولة يطلع من الفم مالته تمام ثانيا رزيست ديسلوجينج فورسس اه يقاوم القوى اللي تخلعها من مكانه تمام يعني بي ريتينشن عالي ثالثا تشد بي استاتيكلي بليسنج اه مثل ما نشوفه هنا بهاي الصورة انه المراجع يعني على اسنان الانتريار اه موجودة كلاسبات هاي الكلاسبات من يضحك راح تظهر فجماليا راح يكون ما مقبول زيان فاحنا نحاول ان نلبي غرض الجمالية اهنا نشوف انه هو خال الكلاسبات معادن يفضل انه لو تنزل على مود من يضحك اه تكون شوية متغطاية من بينه تمام رابعا avoid the creation of undesirable food traps لازم هاي الكلاسبات والاجزاء اللي موجودة يعني من ضمن الطقم اه ما تجمع اه بقايا طعام لان هاي بقايا الطعام فيما بعد راح تسويلي اه يعني تساوسات وتبدي تدمر الاسنان اللي انا اساسا معتمد عليها كاسنان abutment خامسا minimize black retention لازم اتقلل وجود البلاك اللي هي مثلا تمثل البكترية اللي راح تتجمع واللي راح تسبب لي اه تساوسات تمام او ممكن تسبب رواعح كريهة بالفم لانه انخال مناطق يعني شوية تكون بيها اندركات وهاي المناطق راح تبدي تجمع بقايا الاكل زيان طبعا هاي النقاط كلية راح احصل عليها من خلال انو انا اقيم الحالة بشكل يعني بشكل شون معتني بي او بشكل مهتملة تمام يعني السيرفينج مالتي اذا كان صحيح راح احصل على كل هاي النقاط ورح يطلع وياي الطقم مضبوط تمام الجهاز اللي راح نشتغل بعمليات السيرفينج هو اسمه دنتال سيرفينج اللي هو هذا هو هذا الجهاز كلية هذا نصيح له دنتال سيرفينج والعملية اللي راح نساوي بها السيرفينج هي يعني هي اصلا العملية اللي راح نساوي بها هي اسمها سيرفينج تمام يعني من تدخل المختبر الدكتور يقول لك سوي سيرفينج تبدي تسويها على جهاز اسمه دنتال سيرفينج تمام نتعرف على سيرفينج هي عملية حصول على اكثر من سطح متوازي يعني هذا السطح يوازي هذا السطح واذا كانت هاي الأسطح مثلا بيها تضخم هذا السن مثلا بيتضخم أو هذا بيتضخم نحاول نبردهن على مودة نحصل على سطح متوازية بحيث يقعد الدنتر بهذا الشكل يقعد بكل سهولة تمام فهذه هي الغاية أو الفائدة من عملية السيرفينج السيرفينج بشكل خاص انو هاي العملية احنا هسا من راح نبدي نسوي هاي الخطوات هسا مثلا انت تشتغل بالمختبر هاي نسميها سيرفينج تمام هي هاي المسح وشو ما نقول مسح التحديد مع القياسات هذا نصيح له سيرفينج لكن العملية بشكل كامل نصيح لها سيرفينج هسا هاذا جدي يسوي؟ دي يسوي سيرفينج تمام من راح يبدي يأشر ويحدد ويقيس ويسوي ميلان على مود نحصل على اكثر عدد من السطوح المتوازية تمام فها ينصح لها سيرفينج زين طبعا احنا نعرف انو احنا الهاي اوف كونتور اللي محتاجين انو نحددها على مود يعني الهاي اوف كونتور ما الاباتمن تيث اللي راح تقعد عليها لكلاس بات زين اوبجيكتيف اوف سيرفينج شنو فائدة السيرفينج سيرفينج حيث انو بكل سهولة المراجع يخليه بالفم والتة سيرفينج تمام اثناء المضغ انو هو ما يبدي ينخلع من مكانه ويطلع يعني المراجع يبدي يمضغ ما يتحرك داخل الفم والتة او يتلحلح لا ثابت يعني خلال عملية المضغ او مثلا الكلام او يعني الامور اللي تصير داخل الفم او تأثر على الفم فهو دا يعني موجود بشكل صحيح وما يتحرك وما يأثر على المراجع زين الأهداف الرئيسية اللي راح نحصلها او الريد نحصلها من يعني السيرفينج شوفو خلي نركز على مصطلح باث اوف بلايسمنت هذا الجزء اللي راح يقعد بيه الطقم او الطريق خنقول الطريق اللي راح يمشي بيه الطقم هذا نصيح لباث اوف بلايسمنت عنا مو نحصل على باث اوف بلايسمنت صحيح لازم احنا مساوين سيرفينج صحيح يعني بمجرد انو اقول للمراجع خلي الطقم باسنانك مباشرة يقعد بغض النظر ان هو كان عنده تلتنق باسنانه تمام الاسنان المائلة نوعا ما بصعوبة يدخل الطقم بالفم مالته بسبب انو احنا ما مساوين سيرفينج صحيح زيان فهنا يقول لك الاهداف اللي ريد نحصلها تدرمين the most desirable path of placement عنا مو نحصل على افضل طريق يقعد بيدنشر that will eliminate or minimize interference to placement and removal منحصلنا على طريق مناسب لدخول الطقم لازم نقلل او نمنع التداخل ال interference اللي رح يصير بينه وبين الاسنان بينه وبين العظم تمام احنا نعرف الطقم ده نخليه على اسنان وعظم فمريد هاي التداخلات الصير لازم نحصل على افضل path of replacement ثانيا to identify proximal surface that are need to be made parallel so that act as a guiding plane during placement and removal عنا مو نحصل proximal tooth surface هاداني هنا proximal tooth surface اللي يتمثل الميزيل واللي يتمثل الدستل تمام الميزيل والدستل لازم يكون متوازيات parallel تمام لازم يكون made parallel يعني هذا السطح يوازي هذا السطح اوكي خلي نوضحها اكثر هنا هو path of placement تمام احنا غرضنا انه نسوي path of placement هنا نلاحظ انه path of placement صار عامودي مدى يضطر path of placement هي تشيجي لانه هذا فيما بعد يعني يسبب لي مشاكل انه يؤثر على هذاني الاسنان يعني يبدي يؤذي الاسنان تمام فهنا هذا السطح يوازي هذا السطح وان كان بهم تضخم وان كان هذا السطح بيتضخم انا احاول ابرده على مود احصل على اسطح متوازية اشلون راح احصل على اسطح متوازية انه انا اسوي surveying صحيح شوفوا شوفوا positive guiding هذا انصيح له positive guiding اما اذا كانوا مضخمات والطريق شوية يعني اقول للمراجع رجعه للانتريار العفو يعني رجعه posterior وقدمه انتريار هنا راح يصير negative guiding اما هذا راح يكون positive guiding لانه الاسطح دا تكون متوازية وهذا اش راح يوفر لي راح يوفر لي easy in only one direction المراجع راح يخلي الطقم بطريق واحد ما يقبل خطأ لان احنا خالين class bot اذا دا يخلي وفق تعليماتك انه تقول له رجعه لي وراه وقدمه للامام نوعا ما ال class bot راح ممكن تنكسر ممكن هو يخطأ ما يخليها بشكل صحيح تمام فها هي الفكرة انه احنا شن نريد من السيرفينج ازيان ثالثا تلكيت ان مجور اريا of teeth that may use for retention على مود نحدد المناطق اللي راح نستخدمها للرتينشن من هي هاي المناطق؟ على سن الاباتمنت احنا راح نحصر رتينشن نلاحظ انه احنا على جهة اللينجوال على جهة اللينجوال راح نخلي الكلاس بمالتنا اللي راح هو يكون reciprocal arm اما على البوكال راح يكون retentive arm احنا بكيف نخلي الكلاسب؟ لا خلال عملية السيرفينج حددنا ال high of contour فبجهة اللينجوال راح يكون الكلاسب مع ال high of contour تمام؟ اما بجهة البوكال راح يكون الكلاسب مع ال high of contour يعني شوية جوا والتيب مالتا نهاية مالتا شوية تكون نازلة على مودة نحصل على التينشن زيان؟ بس بجهة اللينجوال راح يكون مع ال high of contour اوكي؟ اذا كان بجهة اللينجوال جوا ال high of contour يعني نازل للإندركات اهنا من راح يخلع المراجع التقم من فمه من الأسنانه يعني؟ راح يتأثر هذا السن راح يتأذى صحيح راح نحصل على التينشن عالي لكن راح يتأذى هذا السن لانه احنا حددنا اعلى منطقة موجودة بالسن وخلينا عليها الكلاسب خلاص اهنا حصلنا على التينشن مثالي بينما نلاحظ بالبوكال انه احنا مو كليتا منزلي جوا ال high of contour خالين بس التب مالتا يعني مو كليتا نازل للإندركات ما ذ ayuda؟ الغاياeة على م alred نحصل على التينشن فهو فقط من جهة البوكال انه احنا نطلع التب مالتا اللي هوصحنا على التين愛 يجيكم SOCQ يقولك من وهو الرسيبركالArm راح ستقول له على جهة اللينقول من وهو الرتينكالアلم راح تقول له على جهة البوكال من وهو اللي التب مالتا تكون جوا ال high of contour راح تقول له الرتينتيف ارم تقولة البوكال 지도 مع التب مالتا راح تكون جوا ال high of contour تمام؟ رابعاً to determine whether tooth and bone area of interferon will need to be eliminated surgically or by selecting different path of placement من الأهداف الأخرى من عملية surveying هو تحديد الأسنان والعظام اللي راح تبدي تداخل تمام واللي إحنا يعني منحتاج أنه ندخل جراحياً على مود نبدأ نعدل العظم أو نبدأ نبرد السن على مود نسوي path of replacement تمام لأنه إذا العظم كان من ضخم ودي أثر لي على عملية دخول الطقم فهنا أنا أقدر أفتح في لاب وأبدي أشيل بالعظم تمام أكو عملية اسمها الفيولا بلاستي إن شاء الله بالمرحلة الرابعة تتعرفون على عملية الفيولا بلاستي اللي هي تعديل العظم ممكن العظم صار بي تشوه أو فد abnormal يعني فد اختلاف صار بي فإحنا راح نبدأ ندخل جراحياً أنه نقص اللثة ونبدأ نعدل العظم على مود نحصل على path of placement صحيح وذا السن كان عيقنا أيضاً إحنا راح نبدأ نعدل السن على مود نحصل على path of placement يقعد بيدنشر باتجاه واحد خامساً to determine the most suitable path of placement that will permit locating retainers and artificial teeth to the best aesthetic advantage إحنا نحاول نحصل على path of placement بس هذا path of placement بما أنه أنا أقدر أتحكم به أحاول أنه ما أظهر الـ retainers من الـ retainers؟ ذني الـ class bot المعادن هاي الـ class bot راح تظهر أثناء ما المراجع يبدأ يضحك تمام؟ الـ retainers والـ artificial teeth راح يظهرن فأني أحاول أنه أحدد مناطق أو أتحكم بال path of placement على مود أخفي هذني الـ class bot على سبيل المثال أنه هذا الـ class bot أقدر أنزله شوية يعني أنا منذ أتحكم بعملية بالـ surveying وحددت path of placement أقدر شوية أنزلهن على مود من يضحك ما يكون ذني ظاهرات يكون شوية يعني منبينات تمام؟ لغرض أنه أحصل aesthetic advantage تمام سادساً to permit and accurate charting of the mouth preparation to be made أنه أنا أهيي الفم مال مراجع قبل لا أبدأ أخلي عليه التعويضة يعني أنا أشوف شنو المناطق اللي يحتاج أدخل بها جراحيا على مودة أعدلها شنو الأثنان اللي دا تسبب لي أعاقب دخول الطقم داخل فم المراجع فأنا رح أبدأ أعدل عليها قبل لا يعني بما أنه أنا محصل على هالقياسات قبل لا أنه أخلي لها تعويضة وممكن فيما بعد تسبب لي بها مشاكل يعني أهيي الفم تمام؟ هاي كليتها من النقاط المهمة من السرفيينغ إنه شنو دا تطيني من فوائد سابعاً to delineate the high of contour survey line on abutment teeth and locate area of undesirable tooth undercut those are to be avoided eliminated or block out شوف إحنا منحددنا منطقة ال high of contour وجبنا ال undercut gauge طبعاً هاي المنطقة هي desirable undercut ليش desirable؟ ليش مفضلة؟ أو ليش مرغوبة؟ لأنه هنا رح أنا أقعد لكلاسب multi زيان هنا بهاي المنطقة رح يقعد لكلاسب أما هاي المنطقة اللي بقت هذا الجزء اللي بقى هذا نصيح له undesirable undercut ليش undesirable؟ ليش مرغوب؟ ليش مريدة؟ لأنه هذا رح يجمع لي بقايا أكل يعني أنت تخيل هنا لكلاسب وهاي المنطقة باقية شن رح استفاد منها؟ رح يجمع لي بقايا أكل رح تبدي بلاك تجمع هنا وبالتالي ش رح يصير؟ هذا السن رح يتسوس و رح أفقده بعد ما كان هذا السن أنا مستند عليه وخال عليه الكلاسبات مع التعويضة مالتي تمام؟ فأني لازم أفويدد أمنعه أو أقلله أو أخليله بلوك آوت يعني أخليله بالواكس مثل ما تشوفون هنا خالين واكس على مود نمنع هاي المناطق بالإصلادات القادمة نتعرف عليه بشكل أكبر أنه إحنا شون رح نمنعه ويعني ما نخليه متواجد هذا الـ undesirable undercut ثماناً لتعويضة المنطقة 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 للتعويضة المنطقة لتعويض المنطقة هذا العملية السوروينج رح تمثل ركورد شنو ركورد؟ يعني تسجيل للقياسات هالقياسات اللي رح يحتاجها فيما بعد مثلاً أنت المراجع ورا فترة يرجع لك ما تبدي تأخذ له طبعة وتروح تسوي كاست لا أنت بمجرد أنه محدد القياسات يعني عملية السوروينج أنت محدد قياسات على أساس هالقياسات رح تبدي تشتغلها تقوم الأسنان زيان؟ يعني مثلاً هو التقوم والتنكسر والشغل لازم يرجع من البداية ما ترجعته من البداية لأن أنت أساساً محدد القياسات مسوي تلتينج وبالمناسبة عملية تلتينج قد تصل أحياناً إلى يومين ثلاثة يعني شوية تأخذ وقت زيان؟ يعني هي بسبب تأخيرات فهي تأخذ وقت لأهل المختبرات يعني شوية يطولون بيها فما يرجع بعد يومين ثلاثة همياً يشتغل من جدة وجديد لا وإنما هو محدد القياسات زيان؟ هالقياسات شو رح نحددها؟ هذا يمكن أن يجعل من شوية ثلاثة نقاط إنهم يخلون ثلاثة نقاط يعني يبدون يخلوون ثلاثة نقاط ترايب نقاط ترايب دوت ترايب بويتس أو البرارل لاين البرارل لاين هاي شلون؟ إنهم يخلوون تأشيرات على الكاست تكون واحدة انتريار ويخلوون اثنين بوستريار كتمثل نقاط يرجعون يستدلون عليها على أساس أنه كان التلتنج هالقدم خليه والقياسات هالقدم خليها ويبدون يشتغلون على أساسها الطقم الجزئي تمام Advantage of Single Path of Placement Insertion شوف الفائدة إذا إحنا حصلنا على Single Path Placement يعني طريق واحد يقعد بالطقم لا يبدأ يرجع للأمام ويعني ممكن يكسرها أو الطرق مختلفة لا مجرد أن تقول لها خلي بالفم مالتك بشكل مباشر رح يقعد بكل سهولة شنو هالفوائد اللي رح نحصل هذا كان Single Path أولا Allow insertion and removal of prosthesis without interference رح نقدر نخلي التعويضة داخل الفم ونقدر نخلعها بدون أي تداخل ما يصر تداخل مع الأسنان زيان Help to direct the force Along the long access of the tooth شنو يعني إحنا عدنا هذا long access of the tooth هذا هو long access of the tooth فهذا رح يخليلي القوة اللي قاعدة تيجي مع long access ما التوث يعني مو مثلاً أنا أضغط على الطقم القوة هج رح تروح عكس long access أو تضرب long access بطريقة غير متوازية لا ده تيجي هاي القوة توازي long access of the tooth وهذا هو long access of the tooth تمام ثالثاً توفر احتكاك يعني طبعاً هو أول جزء رح يطخ به هو guiding plane يعني التعويضة من تدخل رح تطخ بالguiding plane فهنا رح تتوفر احتكاك أنه يحتك بهاي الأسنان هذا الاحتكاك ش رح يوفر لنا؟ رح يوفر لنا retention فهاي دخولها إلى هاي المنطقة بسنجل باث يعني بطريق واحد رح توفر احتكاك بينه وبين الأسنان بحيث ما تخلين خلع من مكانه رابعاً minimize torque on the abutment teeth torque يعني شو نقول انه السن رح يبدي ينفر تمام؟ فهنا مثل ما نشوفه بهايه انه هو مو سنجل باث ده يجي بهذا الاتجاه ده يجي بهذا الاتجاه وهنا عساس الكلاس بمالته يعني يمتشلب بيه فهذا كل مرة رح يقعد بيها رح يأثر على السن شنون يحركه يفره يعني يطي ضربه المهمة يعني ده يأثر على هذا السن فهذا إذا كان single bath هذه السهنة هاي التعويضة بما أنه هي single bath ما رح تأثر على السن ما رح تفره لأنه هي طريق واحد تدخل بيه أما هاي التعويضة ده تاخذ اتجاه عكس هذا الاتجاه فهي رح تأثر على السن خامساً cross arch stabilization cross arch stabilization يعني توفير ال stabilization اللي رح يعني يتوزع على الأسنان بسبب وجود هذا ال major connector هذا هو ال cross arch اللي هو هذا ال major connector من رح تجي قوة تضغطة هنا و تضغطة هنا رح يبدأ يتوزع القوة رح تبدأ تتوزع تنتقل لهال الأسنان ما رح تنحصر على منطقة وحدة بسبب أنه هو single path of placement اتجاه واحد قاعدة بيه رح تتوزع القوة و رح تنتقل عن طريق cross arch زيان سادساً equalize retention ال retention رح يتوزع شلون يعني؟ يعني هنا نشوف أنه إذا جدت قوة على هذا السن رح تتوزع على هذا السن و رح تتوزع القوة على هذا السن على عكس هذوله مثلاً إذا جدت هنا قوة هذا السن رح تكون علي ضغط يعني رح يكون علي قوة الضربة و هذا السن ما رح يكون التأثير علي متساوي تمام؟ ما رح يتساوي هذا السن فبسبب أنه مو طريق واحد إنه هذا رح يصر علي ضغط و هذا رح يكون ما كو علي ضغط تمام؟ إذا كان هو single path placement زيان guiding planes two or more vertical parallel surface on abutment teeth and or fixed prosthesis oriented so contribute to the direction of path placement and removal of removable partial denture, maxillofacial prosthesis and other denture التعويضات اللي رح نخليها سواء كانت للمaxillofacial أو للpartial denture هس إحنا تركيزنا على removable partial denture الguiding plane يمثلاً هذني هاي هنا الguiding plane تمام؟ مثل ما تشوفون هذني شنو رح يوفراً؟ رح يوفراً يعني path of placement الpath of placement إذا كان عامودي إذا كان parallel متوازوي إياهم متوازوي الguiding plane هنا مباشرة الدنشة رح يقعد بمكانه دون إنه نسوي حركات معينة على مود ثبتة هذا الكلام مو فقط ينطبق على removable partial ده يقول لك على المaxillofacial prosthesis أي تعويضة أنت تسويها بالوجه سواء كانت انف سواء كانت يعني فد الجزء مفقود من المaxillofacial مثل هذا الجزء إذا خلاه بشكل مباشر هذا فضل إنه إحنا الguiding plane موفريها بشكل يعني شون parallel متوازي مباشرتين تقعد بالتعويضة مالتنا زيان زيان شون يكونن الguiding plane they are أولاً فلات surface parallel to the path of insertion أولاً يكونن فلات يعني هذا السن إذا كان بيتضخم تشيل هذا التضخم على مود هذه يصير عدلة ما يصير جزء شوية طالع منها لأن هذا راح يعرقل لدخول التعويضة زيان represent the initial contact of removable partial denture إمثلاً أول جزء راح يسوي يعني initial contact أول طخة أو جزء راح يصير بتلامس التعويضة راح تلامسة هو الguiding plane يعني هنا التعويضة أول ما تقعد راح تطخ بالguiding plane تاهمد أن تستبيخص قام المتعرفة تحطر الريموباة portico تظهر المتعرفة و تحد من حركة portico يعني شوما نقول تحصر الريموباة portico خلينا نتعرف على مصطلح الـ Endercuts بشكل أوسع إحنا راح نحصل من خلال عملية الـ Surveying شوف، إحنا دا نسوي عملية Surveying راح نحصل على Desirable Endercut أحتاجها، أريدها، أسميها Desirable Endercut وراح حصل Undesirable Endercut شلون؟ يقول لك الـ Desirable Endercut This is useful in to Retain Removable Partial Denture against Disloading Forces هيا راح تطيني Retention راح تطيني Retention للـ Removable Partial Denture ما تخلي القوة تأثر عليها إحنا عرفنا أنه Desirable Endercut هي هاي خلي أحدد لكم إيها بشكل أوضح هاي كليتها Desirable Endercut لي أشيابة Desirable لأن راح يجي يقعد بيها لكلاسب مالتنا؟ أوكي زيان لعدة الـ Indesirable Endercut هي اتمثل من الدسك مال الـ Indercut Gauge من الدسك لحد الجنجفة هي هاي كليتها Undesirable Endercut هاي راح يجمع بها أكل وهذا الأكل فيما بعد راح يسبب لي تسويسات ويأذي للسن اللي أنا أساساً معتمد عليه زيان الـ Indesirable Endercut ورح تأثر لي على الأجزاء اللي موجودة جواهة وعرفنا أنه شونه ممكن تأثيرات تسبب لي أبسط شيء تسويسات زيان لأنه تجمع أكل والأكل هذا راح يسبب روائح يعني هاي الـ Indesirable Endercut أنا ما أحتاجها زيان أنا هاي الـ Indesirable Endercut شلون أوخرها؟ شلون أمنعها؟ بالسلايدات القادمة راح نتعرف الـ Indercut اللي هي يعني الـ Indercut اللي هي الـ Indercut اللي هي الـ Indercut شلون راح أمنعها؟ يا أما أسوي بلوك أوت وذ واكس مثل ما نشوفه هنا خلينا واكس منعناها فيما بعد راح يتحول إلى متل وهذا المتل راح يسد هاي المناطق كليتها على مود نمنع وجود هاي الـ Indercut الـ Indercut هنا مثل ما نشوف هذا الـ Indercut بتضخم هذا التضخم أنا أقدر أشيله يعني شوفوا هنا الـ Indercut شلون كبيرة فأني راح أبدأ أقلل من هذا التضخم أبدأ أقلل على مود الـ Indercut كلش تصير محدودة المت يعني تماما أنه تنتهي عندي مجرد أنه أمليها هاي المنطقة أمليها وبعد ما اتأثر لي على الأسنان أو يا أما Crown Restoration في أما قطة المنطقة يمكنك استخدام ويجب أن تساعد المنطقة منذ تقوم القتال من المنطقة ويجب أن تتحهم أمليها يعني هذا الجران أبدأ شلون أنه أجهز أنا هذا الجران ذات تشوفون أنه عدل ما بيتضخم راح يقعد على هاي المنطقة وراح يسدها بالكامل بحيث ما تبقى عندي اندركات فيما بعد السبب لمشاكل لا انا هاي الاندركات منعتها اذا طرق منع الاندركات يا اما استخدم واكس يا اما بربرايشن انه انا سن ابدي ابرده يا اما كراون رستريشن انه انا اسوي كراون مخصص اقعد وستبي كل الاندركات زين راح نتعرف على صديقنا اللي راح نشوفه بالمختبر اللي هو الدينتل سيرفير راح نتعرف على كل اجزاء وشو نفائته وهو هذا الجهاز اللي راح نسوي به عملية السيرفيرنج تمام it is an instrument used to determine the relative paralelism of two or more surface of teeth or the other part هذا الجزء اللي يعني هو هذا الدنتل سيرفير هو عبارة عن اداة راح نستخدمها على الكاست على مود يحدد لي اكثر عدد من السطوح المتوازية مثل ما نشوف بالفيديو انه هو بدأ يحدد هنا هنا سطح متوازي وهذا السطح وهذا السطح انه سوى تلتنج صحيح وبدأ يحدد سطوح متوازية هاي السطوح المتوازية قلنا راح نجي الركب للكلاس بات يعني بعد ما خددنا بعد ما اشارنا على هاي الأسطح راح نركب عليها كلاس بات هاي الكلاس بات اللي راح توفر لي التقوم مالتي زيان الجيلينكو صراحة ما يستخدموا يعني قديم نحن نستخدم الني سيرفير اللي راح نشوفه بالمختبر مال كلية او بالمختبرات اللي موجودة يعني خارج الكلية راح تستخدمون الني سيرفير راح يحركه ويبدأ يحدد القياسات اما الني سيرفير ما عنده هذا الجزء اللي هو يسبب لي سوفلينك ويحدد لي القياسات فهذا هو الفرق بيناتهم وهذا هو الامسي كيو اللي يجي عنهم زيان اهنا مطينا ملاحظة الني سيرفير is widely used because of it simplicity and durability احنا اشهر نوع راح نستخدمه بالكليات وبكل مكان صراحة وبهذا الوقت هو الني سيرفير ليش لان هو simplicity يعني سهل الاستخدام and durability يعني يكون متين تمام متين يعني يبقى وياك لفترات طويلة يوغا يصر عليه شي وقياساته مضبوطة فاللي دانستخدمه هو هذا الني سيرفير تمام dental سيرفير هسه راح نبدأ نتعرف على كل اجزاء وكل اسماء نحن زيان أي بلاتفورم on which the base is moved البلاتفورم هي المنصة أو القاعدة يعني شو ما نقول خلنقول منصة اللي راح يقعد عليها البيز ويعني يحمل يعني الكاست اللي راح يقعد عليهم تمام فهذا هو الجزء اللي هو البلاتفورم بي vertical arm or upright column that support the super structures اللي راح يحمل super structures اللي هنه هذاني هذاني كل هن نصح لهم super structure هاي الأجزاء كلها super structure منو راح يحملها الvertical arm تمام C horizontal arm from which surveying tool suspend C هو هذا الhorizontal arm اللي يعني التول اللي راح تتركب عليه هذا هو يعني هاي التول اللي هي تكون يأما analyzing road يأما carbon marker undercut gauge أو extremer المهم هاي التول منو راح يحملها راح يحملها الhorizontal arm اللي هو C D survey arm هذا هو survey arm هذا اللي راح من خلاله أقدر أرفع وأنزل بالتول multi تمام E mandral for holding special tool الماندرال هو هذا ال E هذا شو ما نقول عنا البورغ اللي راح نفرع على مودة نثبت التول هذا اللي راح أبدأ فرع هو هذا الماندرال زيان اللي جوه الماندرال اللي هو tools which are used for surveying الأدوات اللي راح أسوي بيها عملية surveying in sequence طبعا ضروري هاي الكلمة in sequence بالترتيب يعني من يجيك MCQ أمرتب لك ياهن إنه بعملية surveying إحنا ش راح نسوي أول أول tool راح نستخدمها بعملية surveying من هي راح تقول الاناليزن رود بعد ما حددت بالاناليزن رود راح أجيب carbon marker على مود أحدد الأجزاء بعدها على مود أحدد البوكل وفيما بعد الواكس ترمر على مود يعني إذا تذكرون على مود أحدد أسوي واكس بلوك على مود أوخر الاندر كات الاندزارابل اندر كات تمام جي تايبل which cast is attached هذ هي التايبل اللي راح يقض عليها الكاست هاي هي جي تايبل راح يقض عليها الكاست زيان من هو تضمن لهاي تايبل شنو الأجزاء مالتها cast holder اللي هو راح يحملي الكاست و تايبل بايز القاعدة مالتها which rest on the platform اللي راح تقض يعني راح تستند على المنصة مال dental surveyor وال ball joint المفصل اللي يكون شون يعني بي كرة هذا شنو فأت هذا ball joint أقدر أميل القاعدة يمن يسرى أود أراجعها من هاي الجهة فهاي هي فائدة ball joint which allow the cast holder to rotate into variation position in relation to the table base زيان base on which the table swivels اللي هو هاي هي ال base اللي من راح يقد عليها راح يقد عليها table تمام هنا هذا السلايد يموضح لكم كل الأجزاء طبعا أنت لمرة واحدة راح تحفظ والشي اللي راح تحفظ أو اللي راح تحتاج انه تكون تعرف هو التولز يا أدوات راح تستخدم وشنو فائدتها الانالايزينج والكاربون والإندر كات جوج والواكس ترمر هذا اللي لا تنسى انه يجن بالترتيب ما تبدي تخربط بيهن تمام فيعني كشي مهم من هذا السلايد تمام شاء الله يكون واضح هس نبدأ نتعرف على الأدوات اللي راح نساو بها عمليات السيروينج دينتال سيروينج أولا أنالايزينج روض شنو هذا الأنالايزينج روض إحنا بالأنالايزينج روض هو عبارة عن جزء معدني عبارة عن يعني عامود معدني هذا العامود المعدني راح أحدد بي راح يساعد بتحديد الـ Path of Placement يعني شون أحددها من خلال يعني أحدد الـ High Off Contour بعد ما أحددت الـ High Off Contour أنا أريد أرسمها للـ High Off Contour أريد ها تكون واضحة أوخر الأنالايزينج روض وأجيب الكاربون ماركر هذا الكاربون ماركر هو اللي راح يحدد لي الـ High Off Contour يعني الفكرة أنه أنا أنالايزينج روض راح أحدد بي تلتنج و القاعدة مال دنشر أنه ما يرجع لي وراء يعني حسب التلتنج اللي صير بالأسنان مال مراجعة فأني ثبت أوكي هنا ثبت فيما بعد راح أجيب الكاربون ماركر أحدد بي الـ High Contour نتعرف on the cast a metal shield is used to protect it from breakage شوف هنا السرفي يقصد بي High Off Contour فهي الأداة اللي راح أستخدمها على مود أحدد أو أرسم High Off Contour أعلى منطقة موجودة بالسن أحدد ها على الكاست يقول لك أنه أنت راح تخلي بيها Metal Shield هي هاي تكون مثل النبالة مع القلم فأني من داخل Metal Shield يعني شون نقول صفيحة معدنية تغطيها مو بشكل كامل بشكل جزئي تبروتكت it from breakage يعني ما تخلي ها تنكسر هاي الصفيحة المعدنية من راح أركبها بيها ما راح تخلي الكاربون ماركر تنكسر إن عادي الفكرة Analyzing Road راح أحدد بيها Tilting وال Path of placement من راح يجي يرسم لياها من راح يجي حدد هن يعني بعد يشخط عليهم إن هنا هو يكون Path of placement هنا تكون مثلا موقع الكلاسبات اللي هي الكاربون ماركر زيان الاندركات غوج هذا المتال أيضا They are used to measure the extent of اندركات on the abutment teeth راح تقيس الاندركات اللي موجودة على الابutment teeth يعني هنا تقبل high of contour shift malta تقبل high of contour فهنا حدد الاندركات اللي أنا أحتاجه undesirable أما الاندركات اللي جو الدسك لحد الجنجف هذا undesirable اندركات زيان on abutment teeth there are being used for class retention usually they are available in three goug راح يكون على ثلاث أنواع يعني إذا أريد أنه تخبص ويوفر لفلكس بات راح يكون على ثلاث أنواع يأما أستخدم 0.01 0.02 أو 0.03 انج الفائدة أنه إذا يكون بأحجام مختلفة على مويل أحد الفلكس بليتي ما الكلاس بمالتي كل ما كان أكبر يعني يكون فلكس بليتي يختلف عن أنه إذا كان أرفع تمام وقلنا أنه يكون على ثلاث أنواع اللي هو 0.01 واثنين وثلاث يمكن التفق على أن تحرك الغابة الصفرية للتحركة بالتحركة بالتحركة ونحن ثم يتحرك السربي الصفرية إلى أو إلى حتى يكون مويل بالتحركة بالتحركة التي أنا سأبدأ أحرك لحد ما يصير أنه يبدأ الشفط مالته يطخ بالسن يعني الشفت والدسك مالتا رح يطخون بالسن يالله أبدأ أسجل بالقياسات هذا الشيء شون رح أسوي أنه أنا أبدأ أحركه للأعلى للأسفل لحد ما يصير عندي كونتاكت تمام ويالأجزاء اللي أنا أريدها أوكي واكس ترمار It is a knife used for trimming the excess wax الواكس ترمار هي هاية تمام هاية رح أشيلي الواكس الزايد مثل ما نشوف إحنا مو قلنا نغطي الاندركات بواكس الاندزارابل اندركات نغطيها بواكس على مود نمنعها فهاي الواكس ترمار رح تبدي تشيلي الاخسس wax which block out الاندزارابل اندركات in such a way to be parallel to each other على مود تكون متوازية وحدة توازي اللغ and pre-determined path of insertion قبل لا نحدد يعني ال path of insertion ونفر شوفوا هاي ملاحظة بعد ما كملنا المحاضرة كليتها هدفنا من هاي المحاضرة بشكل عملي انه المراجعة يخلي الطقم بأسنانه باتجاه واحد ما يعيقه يعني مو انا اقول له ارجع لي وراء قدمه للأمام ودي منه لان هو يوميا رح ينزعوي لبسه او بين فترة وفترة رح ينزعوي لبسه فممكن ينسه واذا نسه ممكن يكسره تمام فان يحتاج طريق واحد فالملاحظة شو تقول ريدوني خلونا تقوم مالتهم باتجاه واحد وبضغطة واحدة يقعد بالفم إذا ما قعد بهاي الطريقة يعني احنا مثل ما شفنا بالفيديو انه هنا خلل زيرو تلت رح يصير ويا رح يوازي رح يوازي يعني زيرو تلت رح يوازي الأكلوزة البلين من رح يوازي رح يقعد التقم بصورة صحيحة اما اذا اقول له رجعه يعني انا مسوي تلتنج مرجع بوستيريار وطي تعليمات للمراجع انه يرجع ويقدمه ممكن يكسر الكلاسبات الكلاسبات رح تنكسر فهذا هو هدفنا من انه احنا نسوي يعني سيرفيير صحيح هسه طلاب نبدين حل اسئلة وزارية بلوك اوت يوز تو المنيشن البلوك اوت اسويها المن اللي احنا قلنا نستخدم بلوك اوت وذ واكس المن للاندزيرابل اندركات 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 لايز بلو ذا سيرفيي لاين انه الاندركات وين رح تكون الاندركات رح تكون جوه السيرفي لاين يعني الهي اوف كنتور اللي هو نفس السيرفي لاين رح تكون جوه الاندركات السيرفي لاين اللي رح ترسمه على يعني على البوكال سيرفيس اش رح يمثل رح يمثل رح يمثل رح يمثل هاي اوف كنتور على الابات من تيث قبل شوية اخذنا اللي هو الاندركات قوج اللي قلنا يتوفر بثلاث قياسات هو هنا قال لك ان هو يتوفر بثلاث نوع available in three قوج اللي هو الاندركات قوج all of above الى هنا طلاب تنتيم محاضرتنا اشكركم على حسن الاستماع ومشاهدة ان شاء الله كانت محاضرة سهلة وبسيطة واللي اتمنى منعتكم تحضرون الى مختبرات الكلية على مون تستفادون فائدة كبيرة وتتعرفون على صديقكم اللي هو دنتل سيرفيير دمتم سالمين في امان الله ورعايته